عقد قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل إيريك كوريلا مباحثات عسكرية مشتركة مع عدد من الدول بما فيها اليمن وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسط تزايد التهديدات الإيرانية وقال بيان صادر عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن كوريلا أجرى خلال الأسبوع الفائت مباحثات عسكرية مشتركة مع قادة من جميع الجيوش الشريكة في الشرق الأوسط حول تنسيق المشترك لتعزيز السلامة والأمن في المنطقة وأوضح البيان أن المباحثات تضمنت أيضا حوارات فردية مع وزراء الدفاع في اليمن وعدد من الدول الأخرى